رجحت الولايات المتحدة سيطرت روسيا على منطقة لوغانسك بالكامل في غضون أسابيع قليلة في ظل الخسائر الفادحة وتناقص امدادات أوكرانيا من الدخيرة مسؤول دفاعي أمريكي كبير قال إن التقدم موسكو لا يزال تصاعديا بشكل عام وله تكلفة كبيرة على قواتها من حيث القتل والجرحة كما لفت إلى أن مدينتي سيفرودنيسك وليستشانسك في لوغانسك تتعرضان للإقراف بشكل متزايد حسب تعبيره وفي الشرق الأوكراني أيضا كشف المتحدة باسم القوات الأوكرانية عن نوايا روسيا لتوسيع رقعة هجماتها لتطالع مدينة سلوفيانسك شرقي البلاد وبيناما المعارك تحتدم يواصلوا مآت المدينين الفرارة من القتال العنف في شرقي أوكرانيا حيث تقاتل القوات الروسية والأوكرانيا للسيطرة على العديد من المدن والقرى الرئيسية ووصل بعض الذين فروا من القتال إلى مدينة بوكروفسك بعدما استقلوا قطار إجلاء كان متجها غربا وفي تطورات السياسية اللازمة يستعد المستشار الألماني والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف وذلك وفق ما نشرت صحيفة بيلد الإلمانية وتشير أنباء إلى أن برلين وباريس كانت تخططان منذ مدة لزيارة مشتركة لكييف إلا أن الرئيس الفرنسي ماكرون حسب الصحيفة فضل الانتظار حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقررة اليوم وأكدت الصحيفة أن فرنسا هي التي طرحت فكرة ضم رئيس الحكومة الإيطالية إلى الزيارة المرتقبة لكييف شكرا